عبر الأقمار السنعية من بغداد دكتور إحسان شمري رئيس مركز تفكير سياسي العراقي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور إحسان إذن توقف النار لأربع وعشرين ساعة ماذا نتوقع بعد ذلك ما الذي يمكن أن يحدث وفق كل المعطيات على الأرض شكرا على الاستضافة من وجهة نظرين ما بعد الأربع وعشرين ساعة وخصوصا قضية الأمر الذي اصدرها الدكتور العبادي رئيس الوزراء العراقي وفسح المجال أمام فريق فني مشترك لإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وحتى المنافذ الدولية هذا يمثل بكل الأحوال خطوة إلى الخلف من قبل كردستان كإدارة محلية هناك خصوصا وأن الإدارة هناك في قليم كردستان العراق وجدت بأن الحكومة الاتحادية ماضية ببسط صلاحياتها الاتحادية سواء على مستوى المناطق المتنازع عليها وحتى المنافذ الدولية هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكن يجب أن تترجم مقابل ذلك هنا تحدث سياسيا ولا تحدث على الأرض على اعتبار أن قليم كردستان كأرض وحتى كإدارة محلية يتبع الحكومة الاتحادية لكن مقابل ذلك الخطوة التي يجب أن تكون نحو الأمام من قبل أربيل بالتحديد هو أن تؤمن بوحدة العراق وأيضا أن تؤمن بالدستور لانطلاق الحوار ما بين الحكومة الاتحادية وما بين الحكومة المحلية هناك في قليم كردستان هذا ما توقعه أو إذا ما مضت فضل نعم إذا ما مضت قوات البيشمرقة ومن خلفها يعني الحكومة في قليم كردستان يعني وضع القوات الاتحادية بالتحديد وععادة انتشارها في المناطق المتنازع عليها وتسليم المنافذ الدولية بكل الأحوال هذه بادرة طيبة على أقليم كردستان أن يمضي بالصفحة الأخرى نعم بالنسبة يعني يتوقع هذا البعض يعول عليه ملوك تسليم منافذ حدودية والمطارات كل هذا ما يطالب به العبادي وليس بجديد هذا الموضوع ما الذي يمكن أن يغير المشهد اليوم أو بعد هذه المهلة أنا أعتقد قد نرى تغيرا كبيرا خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو بأنها كانت ضاغطة جدا على أربيل خصوصا وأن تواجد القوات هنا لا نتحدث عن بيشمرق وأن قوات الزيرفة تابعة لسيد مسرور برزاني واصطدامها بالقوات الاتحادية هذا بكل الأحوال سيجعلها ميليشيات خارج عن القانون والحكومة الاتحادية الواقع سيتغير خصوصا هنا تحدث عن الواقع على الأرض سيكون هناك انتشار للقوات الاتحادية وأيضا الواقع السياسي قليم كردستان الآن يعاني من أزمة داخلية كبيرة هناك تشضي في الموقف وعدم وجود اتفاق ما بين القوى والفعاليات السياسية على الاستفتاء ونتائج الاستفتاء لذلك بتصور ان هذا جزء من عملية تغير المشهد داخل اقليم كردستان بغداد لا تزال تابت على موقفها وهو ان يكون الدستور هو الحكم ما بين الطرفين هناك تغير في المشهد سيدتي قد نراه ما بعد الاربع وعشرين ساعة القادمة سلميا اكيد سلميا الدكتور العبادي لن يمضي مثل ما صرح لن يمضي بقتال الكرد وهو يحاول حتى في قضية اعطاء المهلة الاربع وعشرين ساعة هو من اجل ايقاف نزيف الدم لا يريد ان يقاتل البيشمرقة باعتبارهم مواطنون اراقيون او حتى بعض القوات الاخرى وبالاضافة لا يريد ان ينجر الى نزاع سيكون الخاسر فيه ابناء الشعب العراق لذلك هو يمضي باتخاذ الطرق الدستورية والقانونية من اجل عودة الادارة المحلية والحكومة المحلية في قلم كردستان العراق الى طاولة الحوار على اساس الدستور وهذا بكل الاحوال يحسب له ان يتم يعني الابتعاد عن الصدام المسلح وعن العنف ما يحدث في العالم طبعا كله مرتبط ببعضه كما نعرف وتغيير ما يطلق على اليوم بتغيير خارطة الدول ما حدث في اسبانيا اليوم اعلان استقلال كتالونيا كيف ممكن ان يؤثر ورفض الولايات المتحدة له طبعا كما رفضت ودعمت حكومة العبادي فيما يتعلق بانفصال واستقلال الاقليم كيف يمكن ان يؤثر هذا في الدعم لن يكون هناك تأثير لن يكون هناك تأثير سيدتي على مستوى اقليم كردستان الاستفتاء ونتائجه ادى الى تشضي داخل اقليم كردستان نفسه يعني ما بين المكونات السياسية وحتى كدعم دول المجتمع هناك كمكون كردي الدول ايضا هنا يعني الشطر الثاني من الجواب اعتقد ان الدكتور العبادي بجولته التي ابتدأت من الرياض قاهرة عمان انقرة واختتمها في طهران وحتى الولايات المتحدة الامريكية وكل المجتمع الغربي هو داعم لوحدة العراق تقسيم المنطقة او بداية تقليم كردستان ان يقسم المنطقة فبكل الاحوال سيكون له زلزال كبير على مصالح الدول الغربية لذلك لا تزال القوى كافة العربية الاقليمية وحتى الدولية داعمة لوحدة العراق وسيادته ولكل اجراءات الحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي انا اشكرك جزيلا من بغداد الدكتور احسان شمري رئيس مركز تفكير سياسي العراقي كنت معنا من بغداد اذا عبر اقمار سنعية شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة